ينضم إلينا من القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد السلاك سيد محمد أهلا وسهلا بك استمعنا إلى إفادة ومقترح سيد عبدالله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام مجلس الأمن ومعتبر أنه ربما حل جديد للأزمة الليبية هل برأيك اجتملت هذه الرؤية على ما هو جديد أو ما يمكن بالفعل من تحريك مياه الأزمة الليبية الراكدة مساء الخير تحية طيبة لحضرتك أستاذ مروج ولمشاهدي سكاي نيوز أهلا وسهلا الجديد في هذه الرؤية هي مسألة الضغط الأجنبي هنا إشارة واضحة من السيد بثيلي ومباشرة بأن المسألة الليبية ترتبط بالتجذبات الدولية والأطراف الليبية في الداخل لها ارتباطات إقليمية ودولية وبالتالي هذا الضغط الدولي ربما ينتج مقاربة ما تؤدي إلى تمهيد الطريق نحو العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المتزامنة التي يتطلع إليها 2.8 مليون مواطن الليبي يتحصلوا على بطاقاتهم الانتخابية أما فيما يخص باقي الكلام فهو مكرر يعني مسألة انتخابات في ظل انقسام مؤسساتي انقسام البنك المركزي انقسام السلطة التوازي الحكومي وربما هناك إشارة أخرى تتناقض مع الطرح الأمريكي أو التصريحات الأمريكية الأخيرة وهي مسألة أن تكون هناك انتخابات في ظل وجود حكومة موحدة ومحايدة وهذا لا يتوفر في أي من الحكومتين الحاليتين باعتبار أننا نتحدث عن حكومة في الشرق وأخرى في الغرب هو تحدث أيضا عن حلول بديلة خلفية سياسية سيد سلاك يعني هنا برأيك ما هي الحلول البديلة التي يمكن أن تقدم عندما يقول بتيلي أنه ينبغي أن يكون هناك بدائل إن لم يكن هناك توصل الاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس أنواب ولماذا يفترض سيد بتيلي ذلك رغم وجود التقارب أصلا بين هذين الكيانين الذين لطالما كانوا متنحرين في السابق يعني لمحنا تقارب سياسي مؤخرا بين الطرفين لعلى ثمت اختلاف على مسألة إنشاء المحكمة الدستورية في الشرق لكن بشكل عام كان هناك اتفاقات مؤخرا ظهرت في الأفق بالفعل هناك تقدم وتقارب بين الجسمين مجلس النواب ومجلس الدولة ولكنه لم يتوج باتفاق نهائي فيما يخص المعضل الدستوري وهو مسألة القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها العملية الانتخابية بشقيها الرئاسي والبرلماني وبالتالي ربما تلميح السيد بثيلي هنا ورق الضغط على الجسمين لتسريع وتيرة العمل للوصول إلى قاعدة دستورية بناءة ولا تقصي أي من الأطراف المختلفة وغير قابلة للتأويل ربما بإنشاء أو استحداث لجنة حوار جديدة تكون شريكة للمجلسين في مسألة القاعدة الدستورية وباقي الأمور ذات الصلة كل ما يعبد الطريق نحو العملية الانتخابية لأن لا يمكن أن تظل العملية السياسية هكذا إلى ما لا نهاية لابد أن تؤثر بتوقيت زمنية محددة حتى نتحدث عن حل أو خارط الطريق أما أن تكون الأمور هكذا دون أي إطار زمني يحكمها فهذا يعني بأننا سنستمر في الفترة الانتقالية التي عانت منها ليبيا كثيرا أكثر من عقد الآن ونحن في فترة الانتقالية نحتاج إلى الوروج إلى مرحلة دستورية دائمة حتى نغلق أبوابا تكاد تنفجر في ظل انتشار السلاح وهذه الحالة من الاستقطاب والتدخلات الخارجية يعني هناك موطيات وعوامل كثيرة تنذر بانفجار الوضع من جديد ما لم يكن هناك حلا واضحا بأمد محدد ستكون هذه من ضمن الاحتمالات عودة الصباح العسكري نعم والحديث هنا عن ما أشرت إليه سيد دستلك في بداية حديثك عن أن المجتمع الدولي يعني هو ضالع تماما فيما يحدث في الداخل الليبي هل برأيك نضجت المقاربة الدولية أو الإرادة الدولية من أجل وضع حد للأزمة الليبية ومراوحات الأمور مكانها وهنا دعني أيضا أعود إلى تصريحات سفير الأمريكي في ليبيا ريتشيرد نورليند والرجل قليل التصريح ومؤخرا هو عبر عن رؤية طبعا يمكن أن ننسبها إلى الإدارة الأمريكية بأنه لا حاجة إلى حكومة مصغرة أو حكومة مؤقتة قبل الذهاب لانتخابات فحكومة بيبي يمكنها أن تقوم بهذا العمل يعني إلى الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك موقف دولي جامع فيما يخص ليبيا تظل ليبيا رهينة للتجذبات السياسية وهذا الذي يجري الآن في العالم من متغيرات وصراعات بين القوى الكبرى إلى الآن لا يوجد رأي واحد أو قرار جامع فيما يخص ما هي الحل في ليبيا أما فيما يخص هذه التصريحات التي أدل بها السفير ريتشيرد نورليند فأظن بأنها جاءت على خلفية ما حدث في الأيام الماضية من تسليم سيد بوعجيلا مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يشبه أو يمكن أن نوصفه بالصفقة السياسية بين البلدين أو بين حكومة الوحدة الوطنية والإدارة الأمريكية الحالية يعني كنوع من الترضية لجانب الوحدة الوطنية ولكن لا يمكن التعويل على هذه التصريحات باعتبارها موقف مستدام أو خارطة طريق الموقف الأمريكية تتغير وتتبدل نعم بالتأكيد لأن لا يمكن التعويل على موقف أمريكي ثابت من قرأ ولو جزء يسيرا من التاريخ يدرك جيدا بأن هذا لا يمكن الاعتماد عليه وننتظر في الأيام المقبلة ربما ستتبلوى الرؤية جديدة فيما يخص خارطة طريق تنهي هذه الأزمة والمرحلة الانتقالية شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة المتحدثة السابق باسم المجلسة الرئاسية ليبيا سيد محمد السلاك أشكر ترجمة نانسي قنقر